موسيقى السلام عليكم طلاب الشيونكم أخباركم أتمنى تكونون بخير رجعتكم اليوم بالملاحظة رقم 4 والأخيرة اللي موجودة بموضوعنا التطبيقات على النهايات تطبيقات على النهايات أخذنا 3 ملاحظات والملاحظة رقم 4 ومثل ما تعرفون الملاحظة وظيفتها تحدد لي منه علاقة ومنه دالة تقريبا الدالة متفقين عليها بس العلاقة تتغير بين ملاحظة وملاحظة الملاحظة رقم 4 تقول إذا وجد في السؤال مثلثين متداخلين متشابهين بهاي الحال العلاقة هي تشابه مثلثين والدالة أكيد قانون الشكل الهندسي المطلوب تقريبا الدالة 99.9 هي قانون الشكل الهندسي المطلوب وأخذنا مثال واحد كان يمثل لقانون المسافة هو شنو علاقة التشابه التشابه يعني الارتفاع الكبير على الارتفاع الصغير القاعدة الكبيرة على القاعدة الصغيرة الوتر الكبير على الوتر الصغير وهكذا طبعا يتشابه المثلثان إذا تساوت قياس زواياهما تمام زين التشابه راح عدنا ثلاث أسئلة موجودة عليها بالكتاب أنا راح أحلت سؤالين مثال وتمرين والسؤال هو العام جوزاري لكن أستبعد أنه يعيدونه لذلك ما راح أذكرهنا زين المثال رقم أربعة من أمثلت الكتاب يقول جد بعدي أكبر مستطيل قلت له لحظة لا تكمل خليني أفرض لك أبعاد المستطيل إذن نفرض أبعاد المستطيل هما X و Y وبدون ما أقول له ياهو عرض وياهو طول وأستمر قلت له يكمل يمكن أن يوضع داخل مثلث طول قاعدة 24 وارتفاع 18 قلت له والله هاي المثلث هذا طبعا نجي أنه رسمه مثلث اعتيادي المثلث بهالشكل هذا رسمنا ولو يعني ديبين مثل المتساوى الساقين لكنه مثلث اعتيادي ما متساوى الساقين ولا هم يحزنون هذا المثلث قاعدة 24 وارتفاعه للمثلث 18 أنا لما نشوف قاعدة وارتفاع أقول يعني يمكن تشابه بالموضوع لأن التشابه هو بارتفاع كبير وقاعدة كبيرة وإلى آخره تمام المستطيل الطلب من عندي أبعاده موجود داخل هذا المثلث وشرح لي طبعا شون موضوع هذا المستطيل قال بحيث رأسيا متجاورين من رؤوسه تقعان على القاعدة والرأسان الباقيان يقعان على ساقيه يعني صيرات على ساقيه للمثلث طبعا أنا فرضيتي كانت للمستطيل فرض الطولة X وعرض منه وعرض Y السؤال هو طلاب دا تشوفون المثلثات لو لا اي نعم دا نشوف المثلث الشبير ABC هذا واضح وضوح الشمس والمثلث الصغيرون أي EF ما دام شفتوا مثلثات اثنين هل هن متداخلات نعم مثلث داخل مثلث زين حددوا لي المثلث الشبير حددنا ABC قاعدة رايدها وارتفاعة قاعدة 24 وارتفاعة 18 حلو حددوا لي المثلث الصغيرون قلت لك AEF حددوا لي قاعدة وارتفاعة قلت لك قاعدة هي نفسها طول ضلع المستطيل X زين وارتفاعة قلت لك لا ارتفاعة ما عندي بس اقدر ادبر لك يا الارتفاع الكامل الآن عندي 18 اذا جيت طرحت من عنده هاي المسافة حيبقى لي الارتفاع الصغير يعني 18 راح اطرح منه هاي المسافة هاي المسافة مني هاي 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 المسافة مني تقول لي هاي عرض المستطيل يعني 18 ناقص Y يبقى لي منه ارتفاع المثلث الاصغيرون لما اندبرا عندي الارتفاع الكبير والارتفاع الصغير والقاعدة الكبيرة والقاعدة الصغيرة تنطلق من تشابه مثلثين منهم المثلثين اتقول لي يا باي بي سي مبينات المثلث ABC والمثلث الثاني المثلث AEF زين تعالوا تنطبق ونطلع العلاقة الارتفاع الكبير 18 على الارتفاع الصغير 18 ناقص Y القاعدة الكبيرة 24 على القاعدة الصغيرون X وسطين بالطرفين حتى ابسطها وسويها علاقة تتعوض بالدلة هيصير عندي 18 X يساوي 24 في 18 ناقص Y واحد قال لازم تقسم على 18 قلت له يرهم لان الـ X لازم تبقى وحدها فيصير 24 على 18 وحاول تخلي 18 جوها لـ 24 لتخلي جوها القاعدة لقاعدة كامل حتتعقد عندك المسألة زين اكو اختصارات قلت لك يا بختصر على 6 بيها 4 على 6 بيها 3 18 ناقص Y هاي هي العلاقة اللي هي المهمة اما الدلة فهو قانون الشكل الهندسي زين هو منو الشكل الهندسي هو قال لي جد بعدة يا كبر مستطيل تقول لي الشكل الهندسي مستطيل كم قانون بي مساحة ومحيط زين نطبق مساحتها لو محيطة هو ما محدد تقول لي لا مساحتها لأن الشكل هذا ذو بعديا حتشيناها بالملاحظة اذا المساحة تساو الطول في العرض هاي هي الدلة نعوض العلاقة بالدلة وانتهى الموضوع اذا الاكس ها عوض مكانها 4 على 3 منطعش ناقص Y في الواي هدخل الواي على القوس هيصير 4 على 3 منطعش Y ناقص Y تربيع واضن الباقي تعرفة اللي هي تشتق هاي الدلة وتصفرها وتلقالي قيمة الواي بعد ما تلقى الواي ترجعها هنا وتلقالنا قيمة الـ X وبعدها تشوف اش رايد من عندك اتوقع هو ما رايد منك بس الابعاد اللي هما الـ X والـ Y طبعا ما راح اكمل طلاب لأن الخطوات هنا مكررة وراح نتأخر بيها واني اريد احلك سؤال اخر تمام السؤال الاخر هو السؤال رقم 9 من اسئلة التمارين السؤال رقم 9 سؤال مهم نوعا ما ويتكرر نوعا ما بالوزاري وبصراحة كل الاسئلة مهمة وافكارها مهمة وانتوا اكيد تفهمون الافكار مو تفهمون السؤال انا رايدك تفهم الفكرة على مود انت تفهم اي سؤال اخر زين السؤال رقم 9 يقول جد ابعاد اكبر اسطوانة قلت له لا تكمل خليني اروح افرضهم نفرض ابعاد الاسطوانة هما اكيد نصف القطر والارتفاع قال هاي الاسطوانة توضع داخل مخروط دائري قائم هذا مخروط المخروط هذا دائري قائم طبعا هذا طلاب ارتفاعه نصف قطرة خلي اشوف اشقد منطيني ارتفاعه اشقد منطيني نصف قطرة قال لي توضع داخل مخروط دائري قائم ارتفاعه 8 قلت له حلو قال وقطرة كاملة 12 قلت له نريد نصف قطرة يعني 6 لان قطرة كاملة 12 اقسمة على اثنين القطر هيصير 6 احشوننا بشنة شكون انشك بالتشابه يا بليش تقولون اكو ارتفاعه قاعدة و الى اخره يعني ماكم ملاحظة تشبه ملاحظة ابدا ولا اكو واحدة تشبه وحدة بينات واضحات زين طلاب الاسطوانة هاي اللي قال لكم يريد ابعادها وين خلاها خلاها داخل المخروط هاي الاسطوانة خلاها وين داخل المخروط طبعا اكيد تشتركوا يعني صير تماسوية المخروط زين طلاب وين ابعاد الاسطوانة الفرضتوهن انتو احنا فرضنا نصف خطر الاسطوانة ار وارتفاع الاسطوانة اتش حلو جيد زين اقول لكم مدى تشوفوا المثلثات شي بلي والله دانشوف مثلث اي بي سي هذا مثلث شبير اي بي سي ومثلث اي اي اف هذا مثلث صغيرون هنا تقول لدي دانشوفهم زين 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 مدام دبرتو مثلثات اثنين سواحد يقول لي لحظة قبل لا تنهي سارفة المثلثات يصير اخذ المثلث اي مثلا بي سي هيج قلت لك اي عادي يصير وبهالحالة هاي اي اي هنا تصير واف قلت لك يصير عادي لكن هنا مثلث هذا هو نفس هذا المثلث تشبير يتشابهن اذا انا يصير اخذهن زين تعالوا تندبر شغل اثنين القاعدة الكبيرة عندي الارتفاع الكبير عندي القاعدة الصغيرونة مالة المثلث عندي اللي هي عار يبقى لنا بس الارتفاع الصغير اقول لك يا با هو كامل اثمانية دينقص منعدها ارتفاع الاستوانة يعني اثمانية اطلع منعدها اله اتش ارتفاع الاستوانة هاي انعلم الارتفاع الصغير مال المثلث هاي ينتهت من التشابه وينتهي الموضوع الارتفاع الكبير اثمانية الارتفاع الاصغير 8 ناقص H القاعدة الكبيرة 6 القاعدة الصغيرون R انتهت العلاقة ديقول لي هاي بس بسطها علي زين تعالوا تان بسطها وسطهم بالطرفين 8 R 6 في 8 48 ناقص 6 H شوفوا طلاب انا ماريد اقسم على 8 ديقول ليش ما تقسم على 8 ويقول لك لسبب لسبب لما نقسم على 8 انا راح مضطرة عوض بالدال لمكان الار تقول لي وشكوا بيتعوضوا مكان الار والار انا بالعادة ألقاها تربيع تقول لي صحيح تقول لي وراح تتعقد المسألة لذلك هنا طلاب انا راح اجيب السالب 6 H منها تصير موجب اوده 8 R منك تصير 48 ناقص 8 R هس تقولوا لي يا راية تطلع لنا مشترك هنا 8 ضروري لا والله مو ضروري بس هيتش يعني السؤال يصير اسهل سقسم على 6 ال H يساوي 8 على 6 في 6 ناقص أر اكو اختصار على 2 نبيها 4 على 2 نبيها 3 في 6 ناقص أر هذه هي العلاقة تبقى الناس منو الدالة الدالة هي مني قانون الشكل الهندس المطلوب خلي ارجع للسؤال اشوف منو مطلوب من عندي قال جد ابعاد اكبر اسطوانة قلت له يا بهاي ما محدد لها قانون قال لي بس الشكل الهندس يثلاثي لابعاد قلت له ها صحيح يعني شنو يعني اسطوانة أستخدم لها حجم باعتبار ثلاثي لابعاد حجم الاسطوانة مساحة القاعدة في الارتفاع وهسا طلاب تعوضون العلاقة بالدالة بتصبح الدالة ذات متغير واحد فيوساوي باي ار تربيع تنزل بمكان اله اعوض 4 على ثلاثة ستة ناقص ار سواحدي ولي ها من هذا ما عوضنا مكان الار لان الار تربيع طبعاً شان عوضنا كلها بمكان الار شان تعقدت عدنه راح ابسطها لكم الاربعة على ثلاثة باي قلت لهن انت هن ثوابت تبقى مبر لا تفوتن داخل القوس الار تربيع انت على القوس ستة ار تربيع ناقص ار تكعيب وصارت الدالة جاهزة راح اشتقي لكم ياها هالمرة باعتبار هذا السؤال الاخير اثنعش ار ناقص ثلاثة ار تربيع هسا اتصفرونها وتقسمون على ذول الثوابت البرة وتكملون الحل ثلاثة ار تربيع يساوي صفر كملوا الحل حلوها بتعامل المشترك الار وينتهي طلاب هذا نهاية موعدنا وياكم صراحة بعد ما نقدر نشرح المعدلات الزمنية لان وقت ما بقى واني رايد ابدي ويا الطلاب الجدد لان داي راسلوني هوايا مثل ما انتوا دا تراسلوني وبنفس الوقت بهالشكل هذا احنا قدرنا نختصر لكم التطبيقات ياريت تستفادون وهذا شرحناه وتحاولون اتركزون على هاي المواضيع واني اعتذر منكم لان ما قدرت اشرح لكم بعد مواضيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته